طب الرئيس يا دكتور أوضح أن الاستثمارات في قطاع البترول بلغ أكتر من تريليون ومئتين مليار جنيه ومن المفترض الوصول للاكتفاء الذاتي في عام عشرين تراتة وعشرين بالمشروعات الجديدة لتطوير قطاع التكرير قولي ده ده مرضود وعلينا هيكون ايه يعني لما نفعلا نوصل لده ونحقق ده إذا كنا النهاردة بمشروع التكسير الهايدروجيني بنوفر من 25 ل35% من استيرادنا من المنتجات البترولية فكلام السيد الرئيس يشير إلى أن سنة الثلاثة وعشرين البنية الأساسية المضافة في قطاع تكرير البترول ستصل بنا إلى الاكتفاء الذاتي يبقى 75% الباقية التي يتم استيرادها حاليا ديها تنتفي ونصل إلى الاكتفاء الذاتي ونتحول عهدنا بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي أن نتحول فيما بعد إلى التصدير كما حدث في قطاع الغاز الطبيعي إحنا عندما وصل إنتاجنا إلى سبعة واثنين من عشر مليار قدم مكعب في اليوم مع الكشوف الكبرى التي حدثت في إطار في نطاق الغاز الطبيعي إحنا وصلنا للاكتفاء الذاتي سنة في نهاية 2019 وتحولنا إلى التصدير وأصبح مشاركة مصر في تصدير الغاز المسال في السوق العالمي للغاز المسال سنة 2019 حوالي 1% من حجم هذه السوق بما يساوي 3.5 مليون طن من الغاز المسال هذه التطور الطبيعي للاكتفاء الذاتي نحن نكتفي ذاتيا إن شاء الله في مجال المنتجات البترولية عام 2023 وده معناه أنه مؤشر أن نبدأ إلى التحول إلى تصديره ترجمة نانسي قنقر